اشتركوا في القناة في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنا منذ سنوات وعشرات الرمضانات يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهرها عبر الشاشة في الحلقة السابقة وبناء على الدراما الرمضانية قدمنا لحضراتكم حلقات مسلسلة ومسلسلنا الرمضاني كان عن حكاية سيدة أصيبت وتعاني وكانت تواجه خطر الموت من ما هو يعرف بالحمل خارج الرحم حنزي على بالضبط غرار الحلقات التلفزيونية والمسلسلات حنوري حضراتكم ملخص الحلقات السابقة ثم نبدأ بحلقة اليوم لكن قبل ما نعمل ده حنعمل الجزء التعريفي والتعليمي والتسقيفي الطبي بتاعنا ونعرض لحضراتكم ما هو الحمل خارج الرحم أول فيديو معنا لو نشوفه ونسترجع كده يعني ايه كلمة حمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم ده البوايدة الطبيعية المفروض انها اذا خصبت بتصل الى تجويف الرحم لتنزرع داخل عضلة وجدار داخل بطنت الرحم في احدى جانباي الرحم وده المصار الطبيعي هنشوف بقى الناحية التانية في عندنا المبيض هو الكتلة البيضاء ده بتطلع منه بوايدة تلتقطها اهداب الانبوبة اتخصبت داخل الانبوبة لسبب ما لم تصل هذه البوايدة الى تجويف الرحم ونزرعت داخل الانبوبة وفضلت تجبر وبالتالي بقى الحمل هنا خارج الرحم هذه الانبوبة غير معدة لكي تتحمل هذا الحمل فمقال هذا الحمل انه ينتهي وقد ينتهي بان الانبوبة تنفجر ويحصل نزيف شديد بعض الاحيان الحمل خارج الرحم يقف البط او في عنق الرحم او في اي منطقة اخرى 98% من الحمل خارج الرحم هو عبارة عن حمل في الانبوبة الحمل خارج الرحم تقريبا واحد لكل مية او اتنين لكل ميت ست حامل هتبقى واحدة منهم حمل خارج الرحم ايه اسبابه؟ الاسباب اللي قدامنا دي التهابات السابقة في الحوض مش التهابات المهبلية الامراض المنتقلة جنسيا الستات اللي عندها حمل خارج الرحم قبل كده الستات اللي عملت جراحة على الانبيب الست اللي بيحصل لها حمل خارج الرحم هي ست مشاكلها في الانبيب نظرة الاطباء ليها انه بيقولولها ياموا انابيب فيها مشكلة الحمل خارج الرحم بيحصل في اماكن كتير جدا اي منطقة غير تجويف الرحم بيحصل فيها حمل يسمى ده حمل خارج الرحم لكن 98% من حالات الحمل خارج الرحم بيحصل في الأنبوبة لكن هذا ليس المكان الوحيد في حمل خارج الرحم يحصل في المبيض في حمل خارج الرحم يحصل في تقويف البط في حمل خارج الرحم يحصل في عنق الرحم في حمل خارج الرحم يحصل على جرح القيصرية السابق في الرحم وبرضه يبقى اسمه حمل خارج الرحم لأنه مش في المكان الطبيعي دي أماكن الحمل خارج الرحم وأسباب الحمل خارج الرحم نشوف الصور اللي معانا كده سريعا دي أول صورة الرحم قدام حضراتكو أهو والأنبوبة الشمال فيها حمل خارج الرحم وإحنا مكبرين الصورة في المنتصف الحمل بينزرع فيه الأنبوبة في الأغلب في الجزء الأوسط من الأنبوبة بتتمدد الأنبوبة وقد يحدث انفجار للأنبوب نشوف الصورة اللي بعدها دي الأماكن اللي بيحصل فيها الحمل خارج الرحم إيه هو أكتر مكان بيحصل فيه؟ الطرف السلس الأخير من قناة فلوب بي هو المكان التالي لها اللي هو السلس الأوسط من قناة فلوب سي هو نمرة ثلاثة في الترتيب عند أهداب قناة فلوب دي عند منشأ قناة فلوب دول الأربع أماكن الشهيرة إيه اللي هي الحمل في تجويف البطن وده كمان حمل خارج الرحم إف زي ما حضراتكو شايفين ده الحمل خارج الرحم في المبيض وجي ده الحمل خارج الرحم في عنق الرحم ودي أماكن الحمل خارج الرحم لكن 80% من الحمل خارج الرحم في منطقة إيه اللي اسمها أمبولاري زي ما النسب موجودة تحت الشاشة وممكن نشيل اللوجو عشان تضح الأرقام بي الأمبولاري دي 80% من الحمل خارج الرحم في السلس الأخير من الأنبوبة لو جمعنا A و B و C و D اللي هم مناطق الحمل خارج الرحم في الأنبوبة هنلاقيهم بيمثلوا 98-99% من حالات الحمل خارج الرحم هي حمل في الأنبيب لدرجة إن لما دكتور يقول حمل خارج الرحم أكنه بيقول إن ده حمل في الأنبوبة نادر جداً يبقى حمل خارج الرحم وليس في قناة فلوب ولكنه ليس بالضرورة حوري حضراتكونا إن شاء الله فيديو لحمل خارج الرحم في المبيض عن قريب نشوف الصورة اللي بعدها دي المناطق بتاعت الحمل خارج الرحم أهو الحمل بقى ترجمناه باللغة العربية في المنطقة السلس الأخير من الأنبوبة ثم في منطقة بوق الأنبوبة ثم الجزء الأوسط من الأنبوبة ثم الجزء عند منشأ الأنبوبة أو في المبيض أو في عنق الرحم أما اللي على الشمال هو الحمل اللي مزروع داخل تجويف الرحم وده المكان الوحيد الطبيعي كل ما عدا يسمى حمل خارج الرحم نشوف الصورة اللي بعدها إذا حصل حمل خارج الرحم في الأنبوبة الأنبوبة حتتمدد وحتنتفق فالستة حيحس بألم وألم شديد ونتيجة لده الأنبوبة غير صالحة فالحمل لن يكتمل وحيبتدي يفصل نفسه من جدار الأنبوبة فاتقل هرمونات الحمل في الدم والستة ينزل عليها نزيف أو دم مهبليا ودي من الأعراض التانية نشوف الصورة اللي بعدها وقد تنفجر الأنبوبة تماما لأن الأنبوبة غير معدة إن يستمر الحمل فيها الصورة اللي على شمالكم والأعلى دي اللي على شمال الشاشة والأعلى دي الحمل الطبيعي المنزرع في عضلة الرحم أما اللي على اليمين ده الحمل خارج الرحم في الأنبوبة نشوف الصورة اللي بعدها وفي نهاية الأمر قد تنفجر الأنبوبة وانفجرها قد يحدث نزيف داخلي شديد وقد يودي بحياة السيدة والحمل خارج الرحم واحد من الأوبستاتريك إمرجنسي واحد من طوارئ علم الولادة التي تحتاج لتدخل عاجل لأنها قد تهدد حياة السيدة وقد تنزف نزيف شديد نشوف الصورة اللي بعدها أسباب انسداد قنوات فالوب إحنا قلنا إن الحمل خارج الرحم معناه إن في مشكلة في قناة فالوب طب إيه أسباب إن تبقى في مشاكل في قناة فالوب ممكن تكون خلوخياً قناة فالوب دي ربنا خلقها عند الست دي ديقة أو فيها مشاكل لكن الأغلب إن بيحصل انسداد لقناة فالوب نتيجة للتهابات في الحوض مش التهابات مهبلية كل سيد تقول لي قالي بيحصل للتهابات كتير من تحت لا التهابات المهبلية ما لهاش علاقة بالتهابات الحوض للتهابات الحوض دي غالباً بتبقى منقولة بعدوة بأمراض تنتقل جنسياً زي الكلاميديا وزي الجنورية أو إن يحصل لست إجهاض ونشوف المناظر اللي بنشوفها دلوقتي أنا مصرة معملش معالية التفريغ للإجهاض وباخد علاج والعلاج ما بيجيبش نتيجة وما بينزلش الإجهاض فالإجهاض فضل داخل الرحم فحصل فيه التهاب والالتهاب اللي كان في الإجهاض داخل الرحم انتقل للأنبوبة فأدرب الأنبوبة التهاب أو انفجار الزايدة الدودية ممكن يأثر على الأنبوبة في الناحية اليمين لأنها جنبها أي جراحة سابقة لفتح البطن لأنها تحدث التساقات تعمل ضيق في الأنبوبة الحمل خارج الرحم السابق يزيد نسب تكرار الحمل خارج الرحم مرض بطانة الرحم المهاجرة اللي كنا بنتكلم عليه قبل الحلقات المسلسلة دي وسنعود للحديث عنه بعد انتهاء المسلسل اللي معانا دي أسباب انسداد قنوات فالوب دي الأسباب اللي تخلي القناة ديقة القناة فيها مشاكل فالقناة ممكن يحصل فيها أقصد قناة فالوب يحصل فيها حمل خارج الرحم في قناة فالوب تعالوا بقى نرجع كده دي آخر صورة بتاقلي هفكر حضراتكو سريعا بالفيديو اللي شفناها المرة اللي فاتت وحنعرض ملخص سريع له سيدة كانت عندها طفل سابق وولدته بقيسرية ادي عامل رزك ادي عامل خطر لانها فعملت فتح بطن استخدمت اللولب وده من الحاجات اللي بتزود من شوية الحمل خارج الرحم كان عندها التهابات في الحوض فيما يبدو من غير ما هتشعر وده وارد جدا في التهابات الحوض الست دي شالت اللولب الشهر اللي بعده وهي قالت آخر دورة كانت بتاريخ 4 نوفمبر لقيت نفسي حامل وعرفت ان انا حامل وقررت ان انا ما اقولش الحد من العيلة وسيبها لهم وفاجأة عند احتفالنا وتجمعنا ليل كريسمس في آخر ديسمبر كنت نوية ان انا اقول لهم وفي يوم انا عارفة ان انا حامل وخرجت عشان والدتي كانت جاي قاعدة مع ابني وخرجت رحت السوبر ماركت فحسيت بألم شديد مع دخولي للسوبر ماركت ورجعت من السوبر ماركت سريعا عشان احس بغسيان وألم شديد ورحت ليه الحمام وكنت عايزة ارجع وحسيت بألم شديد جدا في اسفل بط نشوف الفيديو وابتليت اتصل بالاسعاف والنظام الطبي في انجلترا اللي حيقول لها تحب نبعاتلك حياخد منها التاريخ المرضي ويقول لها تحب نبعاتلك عربية اسعاف ولا نشوف الفيديو يا جماعة اول دقيقة هو ملخص اللي شفناه المرة اللي فاتت سريعا في الحلقة السابقة ادي الملخص زي مسلسلات رمضان بالزبط اخر دوركت في اكتوبر وعرفت انها حامل في نوفمبر كانش عندي اي مشاكل كنت بروح الشغل عادي جدا لحد ما في يوم روحت السوبر ماركت قابلت واحدة صحبتي على الباب وانا بكلمها حسيت بألم شديد في جنبي الشمال وقلت ان ده عادي دي انقباضات الرحم الطبيعية مع الحمل الالم زاد مقدرتش اكمل اللي كنت نعمله في السوبر ماركت رجعت البيت سريعا وسقت ليه البيت وصلت البيت كنت حاسة بسخونية وحرارة وقلم وإعياء وعرق شديد ودخلت الحمام وكنت حاسة ان انا حفقد الوعي وكنت عايزة ارجع اتصلت برقم الطوارئ وقالولي ممكن نديك اي مشهورة طبية وقالولي تحب نبعاتلك عربية اسعاف ولا لا الوقتي بعدك جزء جديد بتقول انا كنت حامل في الاسبوع الرابع او الخامس عندي قلم في اسفل البطن وقلت لهم الكلام ده كله في التليفون سألوني هل بينزل عليك دم طب هل قادرة تمشي او تتحركي ولا تحب نبعاتلك عربية اسعاف قلت لهم مش عايزة اسعاف ان كنتش عايزة دوشة والجيران يعرفوا وبتعلك ان لقيت انها مش قادرة تحرك بتقول في الفترة دي ما كنتش عارفة طبعا ان دي حاجة كانت ممكن تهدد حياتي فقلت لهم لا انا هنزل احاول اروح المستشفى وهي نزلة في بيتها من الدور لفوق شوف بقى بتقول نزلت السلم في وقت طويل عشان اوصل للدور اللي تحت كنت حاسة ان حيغم عليها ومش قادرة انزل السلم قلم شديد عرق غزير احساس بالغثيان احساس ان انا حقض الوعي دي اعراض ان حد عنده نزيف داخلي بتقول ان بيقول ان الحامل خارج الراح بيقى فيه الم في الكتفة انا ما كانش عندي الالم ده لكن عندي كان الم شديد في جنبي والحمل خارج الراح قد يصاحبه وجود نزيف او دم مهبليا انا ما كانش عندي ده وصلت المستشفى مش قادرة انزل من العربية جابوا لي كرسي متحرك لاني مش قادرة اقف ولا ادخل دخلت للطوارق وفي الطوارق قلت لهم ان انا حامل فحاولوني الى طوارق امراض النسا طبعا اول ما سمعوا كده قالوا ضرورة عمل صنار مهبلي لا يمكن رؤية الحمل بالصنار من البطن الستاتة اللي في اول حمل وبتروح لحد ويقول لها صنار من البطن وانا مش شايف حاجة هذا وهم الحمل في اوله لا يرى الا بصنار مهبلي وقالوا لي لو سمحتي دي من القواعد بقى عايزين نعمل نسحب تحليل لحملة رقمي في الدم قبل ما نعمل صنار مهبلي الرقم كان طلع فوق تلتمية بحاجة بسيطة وقالوا لي ده رقم ضعيف ده ما بيقولش ان الحمل ده كويس والحملة ده مش مطمئن والرقم ده مش مطمئن يبقى رقم هرمون الحمل الرقمي حاجة مهمة جدا فيه تقييم جودة الحمل عملوا الصنار ومش قادرين يشوفوا كيس حمل داخل الرحم لكن شافوا حاجة في الناحية الشمال المكان اللي بشتكي به انا بشتكي بقلم وتقلي في الناحية الشمال قالوا فيه حاجة في الناحية الشمال مش قادرين نحددها انتظري لما يجي الطبيب الاستشاري واحد مستوى اعلى شوية فجيه وحيسألها نفس الاسئلة تاني وحيسألها على وجود قلم نزيف اول ما سمع لها ده 99% ده حمل خارج الرحم الطبيب الاستشاري النابه يقدر يشخص الحمل خارج الرحم ويشتم رائحته سريعا وبالتالي وصلنا الى مرحلة كان فيه صورتين يا جماعة في الصور انا لسه ما خلصتهمش ممكن نجيب الصور وانا بتكلم العرض الرئيسي للحمل خارج الرحم العرض الرئيسي ان ستة تبقى حامل وفي بدايات الحمل وعندها ايه ايه العرض الرئيسي ايه المشكلة دي منظر انبوبة متمددة وفيه على وشك الانفجار نتيجة لحمل خارج الرحم نشوف الصورة اللي بعدها العرض الرئيسي للحمل خارج الرحم ايه ستة تبقى حامل وفي اول حمل الصورة اللي بعدها جماعة ايه العرض الرئيسي هان الصورة اللي بعدها الم شديد في اسفل البط الألم ده ممكن يبقى ناحية من البطن ممكن يبقى النحيتين ممكن يبقى في كل البطن ممكن يبقى بيسمع في الظهر ممكن ما بيسمعش ممكن كلاسيكيا هو ألم شديد في أسفل بطن وبيسمع في آخر سلسلة الظهر وقرب فتحة الشرق ده الكلاسيكي لكن الحمل خارج الرحم مخادع ولا يحترم الكلاسيكيات بتاعته شوف الصورة اللي بعديها دايما حمل خارج الرحم معناها سيدة حامل في بدايات الحمل وعندها ألم هذه الشكوى يجب أن تثير قلق أي طبيب أن السيدة دي عندها حمل خارج الرحم ولا حيث العرض الرئيسي للحمل خارج الرحم هو ألم وآلامه بتبقى ألم شديدة هو مخادع وكل قعدة له هو يستسنيها أحيانا لكن القعدة الرئيسية أن الحمل خارج الرحم بيوح صاحبه ألم شديد الست دي اللي كانت في الفيديو معنا لما راحت المستشفى بتقول لهم أنا حامل وعندي ألم شديد عرفه على طول ده احتمال يبقى حمل خارج الرحم إيه طرق تشخيص الحمل خارج الرحم نرجع من الصورة بقى طرق تشخيص الحمل خارج الرحم تلات حاجات تلات حاجات نرجع من الصورة جماعة تلات حاجات يبقوا مجتمعين عشان أقدر أشخص حمل خارج الرحم واحد اختبار حمل رقمي في الدم اتنين سونار مهبلي تلاتة اللي بيتابع الحالة دي وبيشوفها بيعمل الكلام ده دكتور نابه متنبه عارف واعي فاهم فاكر حاطة الحمل خارج الرحم في باله إذا ما كانش الدكتور بالكريتيريا بالمواصفات دي حمل خارج الرحم يا ما دحك على أطباء مش لأنهم عندهم مشكلة لأنه مخادع ولأنه يخدع ولأن التشخيص صعب ومعقد في بعض الأحيان وبعض الأحيان قد لا نشخصها إلا في مراحل متأخرة وإذا احنا نشخصنا مبكرا نقدر نتعامل معاه ومش عايز أقول لكم وحرق لكم الدراما الست دي حاولوا يتعاملوا معاها إزاي بدون التدخل الجراحي وبماذا ستنتهي إليه حالتها هذا ما سنتابعه في الحلقات القادمة النهاردة عارفنا الحمل خارج الرحم مخادع الحمل خارج الرحم سبب ومشاكل في الأنبوبة غالبا وفي ستة عندها عوامل مرجحة وقد لا يكون هناك عوامل العرض الرئيسي له ألم في أسفل بطن في بدايات الحمل عشان تشخصه محتاج دكتور فاهم ومتنبه له محتاج اختبار حمل رقمي في الدم محتاج سونار مهبلي ورغما عن ده وبرضه في ناس تعمل كده ويخدعهم الحمل خارج الرحم ويتأخر تشخيصهم له لكن إذا عملنا دول حمل خارج إعراض طبيب كويس وسونار مهبلي ومع اختبار حمل رقمي في الدم وكررناهم بعد 48 ساعة 72 ساعة غالبا أكتر من حاجة وتسعين في المئة من حالات الحمل خارج الرحم يمكن إدراكها وتشخيصها بسهولة بالترايات ده بالتلات حاجات دول اختبار حمل رقمي في الدم وسونار مهبلي وطبيب متنبه وواعي وفاكر وفاهم وحاطط الحمل خارج الرحم ضمن اختياراته وتشخيصاته هنستكمل في الحلقات القادمة هذا المسلسل التلفزيوني من بشرة خير بعنوان الحمل خارج الرحم لو معنا اي تصرفوني نستقبله تفضلي يا هند اهلا بيك يا دكتور الحديدك انا حسنا عندي تكريمات وبتعالج منها وعملت اشاعة بالسبغة بس الاشاعة بالسبغة دي انا بسمع ان هي بتفتح اللي انا بيه واو لو فيه تفقد لا يا فاندب هذا ما يشيع بعض الاطباء الاشاعة اللي بالسبغة ليس لها دور علاجي الاشاعة اللي بالسبغة دورها تشخيصي يعني الاشاعة اللي بالسبغة دي زي ما حد يصورك صورة احنا لما نقدر لما نصورك صورة نقدر نطولك او نقصرك او نتخنك او نرفعك ولا الصورة بتعرض اللي موجود الصورة بتعرض اللي موجود الاشاعة اللي بالسبغة تصوير لحال الانبيب يشيع دايما الاطباء لان اطباء النساء يودونا دائما ان يضعوا الانا في جملة مفيدة فقول لحضرتك الاشاعة اللي بالسبغة لانا قلتلك تعمليها كانت أنابيبك مسدودة أوله لشانال اللي سلقتها أشعة اللي بالسبغة ما بتسلكش حاجة أشعة اللي بالسبغة ليست عمل علاجي الأشعة اللي بالسبغة عمل تشخيصي هي تشخص وتصور وتبين حالة الأنابيب صحيح أن من المتعارف عليه أن الستات لما بتعمل أشعة اللي بالسبغة نسب حدوث الحمل في الستات اللي بيعملوها في الشهرين ثلاثة تالية لها بتبقى أعلى شوية والده كترة بقى قاعدوا يحاولوا يقولوا تفسيرات لده وقالوا ده يمكن يبقى فيه شوية مخاطقا جوه الأنبوبة والسبغة زقتهم لكنها لا تعالج مفيش واحدة عندها أنبوبة مسدودة والأشعة اللي بالسبغة بتسلكها الأشعة اللي بالسبغة صورة يا فندم مش إحنا قلنا ده كترة النساء بعد إذن حضرتك يا جماعة أفوا صوتها بعد إذنكم بعد إذن حضرتك ده كترة النساء أهو أنا اللي بقول أهو ده كترة النساء لازم يحطوا أنا في جملة مفيدة ده أنا بيبك كانت مسدودة لو لاش أنا اللي سلكتها لك أنا اللي سلكتها الأشعة اللي بالسبغة لأنا طلبتها سلكتها أنا بيبك كانت مسدودة وأنا اللي سلكتها لازم دكتور النساء دي من طباع هذه المهنة يعني لازم الأنا تتحط في جملة تمام؟ ثاني الأشعة اللي بالسبغة ما لها؟ ما بتسلكش ما بتعليكش الأشعة اللي بتستبغى بتصور حالة الأنبوبة الأشعة اللي بتستبغى الأنبوبة مسدودة حتصورها مسدودة الأشعة اللي بتستبغى الأنبوبة سلكة حتصورها سلكة الأشعة اللي بتستبغى ولا دكتور سلكها ولا هي سلكت ولا لها أي علاقة ما لهاش اي دور علاجي الاشاعة اللي بيستبغى دورها تشخيصي اه يا دكتور طبعا يا دكتور الاشاعة اللي بيستبغى بتعمل ايه بتشخص مش بتايه مش بتعالج طب يا دكتور معلش انا حسن من ساعة ما عملتها حسن مغض جامج في بطني يزدي يا دكتور بحثي بصدر منتفخ ووجاني وصعدتي بحثني طبيعي هو ايه دا المنتفخ طب حضرتك بتقولي قبل الدورة ما تيجي بحاجات بسيطة صدري بيحصل فيه انتفاخ دي علامات واعراض تبويض دي ما لهم الاشاعة اللي بيستبغى الاشاعة اللي بيستبغى بعدها حسن مالهاش علاقة ان انا بالاشاعة ده هيا ان احكايات صدري يعني حضرتك حضرتك حصل عملت اشاعة بالسبغى ومالدورة اللي بعديها بعشرين يوم جات شديدة يبقى هي الاشاعة اللي بيستبغى السبب طب عملت اشاعة بالسبغى تالت يوم حصل لي اصداع طب عملت اشاعة بالسبغى بعد اسبوع اكتشفت ان انا عندي كورونا يبقى هي الاشاعة اللي بيستبغى اللي بيستبغى لا انا مش مستني اجابة انا عارف الاجابة عارف الاجابة اجابة العينين المصريين يقولك اه اللي انتو عملتوه ده هو السبب يقولك يا دكتور واكتشفت ان عندي التهاب في المرارة ايوة حصل لي بعد ما الدكتور عمل لي صنار مهبالي لازم هو هو الدكتور لازم يعمل حاجة فهتبقى هو اي مشكلة يبقى هي يقولك وما حصليش انخفاض الضغط ده ابدا ابدا عمره ما حصل لي الا لما قلتولي اعملي تحليل وسحبوا مني عينة الدم فالمريض المصري بيعتقد ان العشرة سنطي الاتنين تلاتة اربعة خمسة عشرة سنطي اللي بيسحبوهم عشان تحليل عينة الدم دول حيضعفوه وحيوطو ضغطو وحيخلوه يحس بدوخة وبهمدان وانهم سبب مرضو ده من متاعب هذه المهنة معانا اتصل تليفوني اخر تفضلي وحضرتك بكل صحة وسلامة يا مدام اناس اهلا بك امين يا رب احنا وانتي وكل السامعين انا من متابعة حضرتك مني وانا عندي 15 سنة انا مريض التكايز مضايز والوقتي بقى عمرك اديه اتفضلي واحدة ما سألنا عالعمر الكلام وقف في ظهورك طب قولي واش حسأل على سنك تفضلي يا جماعة راحت فين اي ناس طب يا اي ناس حاولي يتكلمين مرة اخرى كل سنة وانتي طيبة ويا رب يعني بحق هذه الايام المفترجة ربنا يرفع الوباء ويزيل البلاء ويعطي كل محروم وكل متأخر وكل مبتغى مبتغاه لو ان اولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فاعطيت كل واحدا منهم مسألة ما نفس هذا في ملكي شيئا لكن هو حكمة ربنا سبحانه وتعالى يعطي لمين وامتى وازاي وخاصة في الحمل اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه انه هبه من الله سبحانه وتعالى معنا اتصال تليفوني اخر شيماء تفضلي ايوا ايوا يا فاند شيماء عليكم السلام انتي بس الصوت بيوصلي في التلفزيون متأخر اتكلمي وعيد عن التلفزيون ايوا ايوا والتاني مرة فقطت التاني لا انا معليش عشان في السادس والتامن على حسب ما انا سمعت السادس والتامن التارس لا التاني والتالت التاني والتالت ايوا اه الثالت والتاني اه وفرحت عمال الدكتور قال لي عملي تحليل رحلة فاني كل مرض اوضب فعمل رحكي لها عندي بير الحمض فايزر الحمضة قال لي ده ما رجع لك طيب بعد اذن حضرتك لو حضرتك اول مرة تشوفي البرنامج ده هتسمعي الاجابة اللي انا بقولها بقالي اتناشر تلتاشر سنة واذا حضرتك دورتي اسمعيني بس اسمعيني لا يوجد لا يوجد شيء مثل هذا الوهم الذي يصدر اليكي لا في حاجة اسمها قطط ولا كلاب ولا عرس ولا فران بقالنا سنين منقول الكلام ده وما فيش حاجة اسمها فيروس حمل وطلع عندي فيروس يا دكتور مرض القطط فيش حاجة اسمها الكلام ده وده ليس سبب للاجهاض وده اولغي يا تدريسه من كليات الطب انه سبب للاجهاض ومن يقول الكلام ده هذا واه وايام ما كانوا بيقولوه اللي هو تلغى من حاجة وعشرين سنة مش من حاجة وعشرين يوم كانوا بيقولو اذا ست اجهاض تكتر من مرة فهو ليس سبب ده الوقت بيقولو هو ليس سبب لمرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة والكلام ده مش من مبارح فاناس مش عارفاه ده من عشرين سنة يعني أنا لم أدرس وأنا طالب أن ده سبب الإجهاض كانوا لغوه وأنا بطالب من 30 سنة فهذا ليس سبب الإجهاض لا يوجد شيء مفيش حاجة اسمها أنت سقطت تعلم ما نشوف عندك الأوتات مفيش حاجة اسمها مرض الأوتات مفيش حاجة اسمها كده ده توكسو بلازما والتوكسو بلازما ده ما علينا منه هو ده المسقبات الحلزونية وأن ده بيعمل تشوهات الأجنة إذا أصيبت به السيدة في الشهر الرابع الخامس السادس ويعمل لها ارتفاع في درجة الحرارة وتمدد في غددها اللينفوية دي كل تأثيره أولا عن آخر ولا علاقة له بالإجهاض من قريب أو بعيد ولا يوجد شيء اسمه قطط لأنه ما بيتنقلش بالقطط هو بيتنقل بأي حيوانات نتيجة لأن البني أدم ده إيده بتتلوس وغذاءه ببراز هذه الحيوانات اللي بتبقى أكلها للحوم غير مطهية جيدا وعمل تحليل للتوكسو بلازما ووجود أجسام مضادة ضدها من نوع الآي جي جي وده اللي بيتطلب يعني وجود مناعة ضد هذا المرض وليس وجود المرض والمرض لو موجود لا يسبب إجهاض وليس سبب الإجهاض وألغي من الطب إنه سبب الإجهاض لكنه سبب للمشاكل أخرى أثناء الحمل ليس منها الإجهاض وما فيش حاجة اسمها فيروس قطط وما فيش حاجة اسمها فيروس تاني وما فيش حاجة اسمها فيروس حمل وما فيش حاجة اسمها فيروس حمل وده مالوش علاج وروح حضرتك بعد إذنك عليك التوجه لطبيب متمرس متخصص يقول كلام علمي حيث ما قيلة لحضرتك يخالف أبسط قواعد هذا العلم مفيش بقى فيروس ومفيش قطط كنا من 7-8 سنين كنا بنطلع حلقات البرنامج دي كل حلقة يجي فيها اتصالين على فيروس قطط الحمد لله ان الكلام ده قل للوقتي بقىنا بنشوفه كل 3-4 حلقات لكن ما زال موجود ما زال موجود ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها كده أولا هو ليس فيروس هو طفيل وهو اسمه توكسو بلازمة ومش مهم الأسامي ومش بتتنقله قطط بس ولكن ما علينا من ده كله هو ليس سبب الإجهاض ولا هو ولا غيره وتحليل الفيروسات الأربعة خمسة اللي حضرتك عملتيهم ودفعت فيهم ألف جنيه في المعمل هي والعدم سواء ولا تطلب في أي منظومة طبية صحيحة وبالمناسبة بس عشان نكمل وان أنا سقط فخلولي خدي الإجهاض ده روحي حلليه عشان نعرف سبب الإجهاض مكتوب بالريكمنديشنز بتوصيات الجمعية الأوروبية لأبحاث التناسل من أكتر من خمس سنين إن عمل تحليل بافولوجي للأنسجة بتاعة الإجهاض لا علاقة له بمسببات الإجهاض ولا يجب طلبه ولا يشير إلى أي شيء ده كمان من المشاكل دايما وخدت يا دكتور العينة اللي نزلت الحمل حللتها عشان يشوفوا سبب الإجهاض إيه وقلنا قبل كده أن الإجهاض المبكر اللي بيحصل في ثلاث شهور له سبب واحد وهو سوء جودة ونوعية البويضة التي تم تخصبها وتحت هذا المسمى الكبير في عشرات الأسباب اللي ممكن تسبب الكلام دا وما فيش حاجة اسمها فيروسات وما فيش حاجة اسمها فيروس قطط تمام؟ معنا تصل تليفوني آخر أهلا بيكي من اين من المنصورة؟ أنا مطروح مطروح أهلا بيكي مورتي أنا كنت بتاعي لعك من جميع سنتين أيوة وقلت بك وهو الحق لي كان بكت التاسعي جدنيتها وبعدها بثمان شهور حمي الثاني بولد وقعد معي ثلاث شهور وتوصح حتى الكلام سألت مرتين مرة في الثاني مرة في الرابط بعدها جيت على طول عندك الحمد لله ربنا رزاق من بيت وقلت سنة وقلت معي ومش عارفة قبل ما أحد جاني مزيد جاني مرش عند دكتورة عندنا همع أيوة يعني يا شقاط مش عارفة مش عارفة تبخيص ولا يعني نكتيجة ولا إيه لا أنا الجملة الأخيرة من بعد يعني طبعا الأول الكلام كله بسمعه بصعوبة لكن من بعد رحت الدكتورة قالت لي إيه مش عارفة إيه ما سمعتش مش سمعتك وأنا كمان مش سامع ومش مفسر الكلام من بعد رحت الدكتورة أنا سمعت إن كان فيه إجهاضات متكررة وإن فيه أطفال فقطيهم وإن حضرتك جتلنا وديناك علاج وعالجناك والحمد لله جبتي بنت وبقالها سنوي كل دا سمعته آخر جملتين بقى بقى لنا سنم خماني يا دكتور آه فاندي بسامعك بس الكلام مش مفسر مش واضح آه جل لك دا لنزلت قبل رامضان دا قالت لي احتمال عندك أنيميا مش حسن حيني حتى المشيدة ولا تكيس يعني المشيدة مش حسن والله إيه علاقة الأنيميا بأمراض نسا بتاعتنا يعني أنت كان عندك شكوى رحت لدكتورة نسا بشكوى طبع أمراض نسا قالتلك دي ممكن تكون من تكيس المبايد أو من أنيميا طب إيه الشكوى كنت الرحلة بتشتكي بإيه حقا الرحلة كانت يعني بس تنبريه يا فاندي بتشرفيني بس تسمعيني بس أنت بتشتكي بإيه الشكوى إيه المرض إيه هاي ألم في الحوض عندك ألم في الحوض طبعا الأنيميا لا لا علاقة لابألم الحوض ولا بأي حاجة تانية خالص طب ألم الحوض دا اتضح بس الأيام دي من بعد الولادة بتاعت البنت ولا بقاله فترة من أول الولادة خالص لا لا بعد الولادة بعد الولادة بقدي إيه ابتدى يظهر ألم الحوض بحوض بثمان شهور بسبع ثمان شهور وألم الحوض دا ما كانش موجود قبل الولادة لا لا ما كانش موجود له علاقة بالدورة بمعنى أنه بيظهر مع الدورة قبلها بيزيد مع الدورة أيوة بيزيد مع الدورة بيزيد مع الدورة بيسمع في ظهرك بيسمع في ظهري آه تمام تمام طيب أولا طبعا ما فيش حاجة اسمها أنيميا تعمل الكلام دا ولا دي كمان من أعراض تكايوسات موبايد نادرا ما تكايوسات ربنا يخلي هالك طب معلش عشان الكلام ما كانش واضح احنا كنا شخصنا أن حضرتك عندك إيه قبل البنت تجلط في الدم تجلط في الدم قلناك أن دا السبب للي بيسبب وفيات الأطفال اللي كنت بتحملي فيهم صح؟ ايوة أولا تمام ايوة صح وولدتي بقيصرية وولدتي بقيصرية ومن بعد القيصرية بخمس ومن بعد القيصرية بخمس ست شهور ابتدى الألم اللي في الحضة يبقى ظاهر وبيزيد وقت الدورة ايوة والدورة نفسها اتغيرت في كميتها في عدد أيامها في ألمها في إفرازات بتسبقها أو بتيجي بعدها الدورة ما جات ميش إلا بعد العملية الثانية يا دكتور عشان كنت بترضعي لما جات ها كنت تفرط لما جات مع الدورة ألم الحضة بيزيد بيبقى أكثر وضوحا يزيد لما ديني الدورة لقد تحيط طيب الألم بيسمع في ظهرك الألم أيوة لا 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 لما تمحت الدورة بس في الحوض بس في الحوض شطرة الألم موجود في أيام التبويض اللي تسبق الدورة بحوالي 10-15 يوم ولا بس قبل الدورة مباشرة قبل الدورة وبعد الدورة بيسمية اليمين والتحوض مش عارفة تمام الدورة بتبتدي أو بتنتهي بنقاط بني تقيلة لزجة ممزلقة كده إيه الدورة بتنتهي بإفرازات غمئة اللون أو بتنتهي بكده طيب سؤال أخير ما حصلش أن في الشهور الأخيرة حسيتي بأعراض تشبه أعراض الحمل قبل نزول الدورة يعني 3-4 دورات الأخيرة كل دورة بتالي أن أنا حطلح حامل الشهردة ببقى دايخة همدانة دماغي تقيلة نفسي بتغم علي أيوة برجع لك أنا أني جاء يعني مش حاسة بالحال أيوة بترجعي يعني فيها طيب طبعا ده مش سببه أنيميا طيب ده مش سببه أنيميا طبعا أكيدا ومش سببه كمان في الأغلب تكيس مبايد دي مش أعراض تكيس مبايد للأسف الأعراض دي أعراض قد تشير إلى مشكلة في الحوض طب يا دكتور نسألك عن تكيس مبايد يبقى موجودين على طول أو لا يعني إيه بيقوا موجودين على طول تكيس المبايد خلل هرموني ومرض مزمن يعني إيه مرض مزمن يعني لا يشفى يعني لو ست عندها تكيس مبايد حيفضل عندها تكيس مبايد حتتغير درجته لكن يمكن حضرك تسألي قصدك تسألي على أكياس على المبيض لأن فيه فرق بين التكيس والأكياس والأكياس حاجة تبقى موجودة وقت وتروح المهم بقى حضرتك تشرفينا في اسكندرية بعد الشهر الكريم ونعمل لحضرتك صونار مهبلي ونتناقش إيه الأسباب اللي ممكن تسبب الكلام ده لأن الشاكوة بتاع حضرك دي مطلوب عمل صونار ولا يحكم عليها إلا من يرى الحالة بالصونار المهبلي إن شاء الله إن شاء الله يشوفك على خير كل عام وحضرتك بكل خير وربنا يخليليك بنتك بإذن الله الحمد لله طيب فيه اتصال آخر أنا عارف إن معنا فيديو فضل قد إيه في وقت الحلقة تمام طيب تاني بقى ما فيش حاجة اسمها فيروس عشان ما عودش تنرفز تاني والأشعة اللي بيستبغى ما بتسلكش رغم أن كل ده كثرة تنسي قولها الأشعة اللي أنا طلبتها سلكة الأنابيب بتاعتي دي كانت مسدودة لو احمدي ربنا أن أنا قلتلك وإنك روحتي عملتيها وإنك سمعتي كلامي الأشعة اللي أنا عملتها منك دي سلكة الأنابيب لا هي الأنابيب سلكة كانت ولا زالت سلكة لأن الأشعة اللي بيستبغى لا تسلك أي شيء هي عمل تشخيصي وليست عمل علاجي فالأشعة اللي بيستبغى تشخص حال الأنابيب ولا تعالج انسداد الأنابيب معنا اتصال آخر تفضلوا وعليكم السلام مشاكل صحية ايه ده صوت حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني جميلة هو ما فيهوش اي مشاكل خير مشاكل في الكلة والغدة الغدة ملها لا ما يقصرش اللي يقصر على لا ما يقصرش خالص 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 اهم قلتهم اربع مرات عشان حضرتك حضرتك يسألاني تاني عشان حتكرر السؤال تاني فقلتهم انا جاوبت اللي اربع مراتهم والمشكلة مش في سيطوتك اللي حضرتك كتير يؤثر على الجنين المشكلة ان يهب الله لناس حمل وان ترغب في انزاله هذه هي المشكلة الحقيقية دون سنة طبي واضح دون سنة طبي واضح اصلا عندي مشاكل في الغدة بعد الشر على حضرتك وربنا يشفيك ويعافيك والناس الطبيعيين اساسا لما بيحملوا جزء منهم بيحصل لهم مشاكل في الغدة لان الحمل من الحاجات التي تثير مشاكل الغدة لكن حد قال ان مشاكل الغدة داعي للاجهاض هو ده السؤال لو تشوفوا الناس بتلف قد ايه وبتصرف قد ايه وبتتعب قد ايه عشان تتمنى انها مرة تعمل اختبار حمل يطلع موجب حتى لو بعديه اجهضت او مرة تسمع كلمتين تحامل او مرة تسمع صوت مولود بيعيط محدش كان يفكر انه يجهد نفسه هذه هبة من الله تعالى لكن المهم ان هذه العلاجات التي تأخذ لمحاولة الاجهاض لحمل كان سليما معافى اراد له الله ان يتم ويثبت وسيحافظ عليه مهما عملتم باذن الله تعالى لكن هذه الاقراص لا تؤثر على الحمل واستمراريته ولا على الجنين ولا 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 كل الدكات رألوا لحضرتك كده بس حضرتك برضو هتلاقيكي بعد حلقة او اثنين تسأليني كنت هتكرري السؤال مرة اثنين وثلاثة واربعة معنا اتصل تيفوني اخر اتفضلت ايوه سلام عليكم بحضرتك دكتور اهلا بحضرتك لو سمحت انا باخد العبن اللي هي اتعلم انا اتحمل اللي هي كل داخل صورتي ايو من فقط اني عادت خمس سنين فلسه يعني من قيمة اربعة ايام كده المفروض ان انا اخدها لسه اثنين خمسة ايو هل انا مقلقانا يعني هل يعني دي دورة اقصوا معي تحكمل فيهم يعني ايه وقتك ايوه الفاندم ده لا تاخدي الابرة بتاعتك في معادها ادي الاجابة على السؤال الاخير نمرة اثنين هو ده معاد دورتك انا مقالك خمس سنين ايوه ما قالك خمس سنين ما بتجيش دورة فيهم خالص خالص خلاص خلاص وده وارد بيحصل لبعض الستات مع الابرة حضرتك ما تسمعيش كده ان الستات اللي بينزل عليهم دم يخالف دم الدورة في توقيته او في كميته او في عدد ايامه ها بيسمى ايه ده في الشرع اسمه ايه الدم الذي يخالف دم الدورة توقيتا او وقتا او كميتا اسمه ايه اسمه استحاضة بقول اسمه الشرعي ايه اسمه استحاضة وليس حيض كويس وبالتالي وده سببه ايه سببه خلل فيه هرمونات حضرتك لان الحقنة اللي انت بتغديها دي حقنة فيها جرع عالية من الهرمونات نقوم بقى الجدال المصري بقى الله طب ما انا بخدها بقى لي سنين وامره ما حصل كده ايوه حصل كده المراضي لان حصل خلل معين في الجرعة مثلا وزن حضرتك زاد فبقيت الجرعة بتاعت الحقنة دي مش كافية انها تكفي فترة التلات شهور اللي بتغطيهم فنزل بعض نقاط دم قابليه المهم ان حضرتك هتروحي تغدي الحقنة الجاية في معادها واللي حصل ده تغتسلي منه وتتناسي وتتمرسي حياتك العادية والطبيعية تماما الابرة في معادها خلاص الابرة في معادها واضحة الجملة دي تمام نمرة اتنين الواجع اللي في ظهرك سببه ايه والدم ده قد يكون له سبب ده انا مقدرش اجاوب عليه تلفزيونيا ولا تلفونيا لكن يجيب على حضرتك سونارا من تروحي اللي هو حضرتك ويعمل لحضرك سونار واكيش حد يحط السونار على بطن يقول لك الله جميلة قومي ها الدكتورة اللي كنت بتابع معها الحمل وكنت باولد معاها ده لازم اعمل سونار ايه مهبلي فاذا السونار المهبلي ما طلعش فيه مشاكل يبقى الشكوى بتاع حضرتك دي ما لهاش علاقة بامراض نسا طب انت اقول لي سببها ايه معرفش وانت ما تعرفش ايه طبعا فيه حاجات كتير معرفهاش وفيه حاجات لا تعرف الا من يراها تمام فاذا طلع فيه مشكلة في الحوض بالسونار المهبلي ها يبقى ايه اللي يشوف المشكلة دي ويقولك فيه مشكلة كذا يكتب لها علاج تمام في الاغلب مش هيطلع فيه مشاكل خالص تمام حقا منع الحمل من الوسائل التي قد تقطع الدورة تماما طوال مدة اخدها وبعض الستات جلها دورة منتظمة تماما وبعض الستات يحصل لها نزيف وخلل شديد في الدورة وكل دي مقبولة في الحقا بتاعت منع الحمل لكن غالبا غالبا كل ست بتبقى تبع كاتيجوري من دول تبع مصار من دول فيه ستات تاخد الحقا دي خلاص وش هتجلها دورة فيه ستات يحصل لها لخبطة دي بتبقى طبعها كده استجابتها كده لهذه الحقا والحقا دي فيها جرعة عالية من الهرمونات بتختزن في دهون الجسم ثم يتم افرزها تدريجيا وتكسرها في الكبد وبالتالي بتعمل التأثير بتاعها على انها توقف الحمل لانها بتجعل بطانة الرحم غير معدة لاستقبال الحمل لانها جرعة عالية جدا من هرمون البروجستيرون الذي يحدث ضمور في بطانة الرحم ولان بطانة الرحم بتضمر وهي اللي بتنزل دم وقت الدورة فبعض الستات ما بينزلش عليهم دورة ده تأثيرها وكيفية عملها والآخر ده بالنسبة للحقنة بتاعة منع الحمل هل معنا اي اتصال اخر طيب ناخد استاذ محمد بعد ان نشوف الفيديو الاخير استاذ محمد تفضل لا شاعد اهلا بيك تفضل اهلا بحضرتك كل عام وحضرتك بخير تفضل اهلا بحضرتك بخير بسيط حوصينا بخير الحمد لله سيدة تفضل اتقال باشي مدام عندي احنا مخلصين لان الوقت بخان سنين تمان سنين ايوه اهلا بحضرتك اعملنا بعد كده اكتر مرة اصطار مع بجل وصنار حاجي وروح للكاته كتير وقول لنا مغيش رشاكل مغيش رشاكل اهلا اخد علاج لعبولان حرق وكتب اهلا بحضرتك حضرتك حضرتك مقولتش الجملة الشهيرة لكل عياننا مقولهاش اخر حملة حصل بقالنا 8 سنين وروحنا للكاترة وعملنا صنار مهبالي وسنار عادي الصنار العادي تقصد صنار من البطن وهو لا اهمية له وكل واحد عمله لكم وكان بيغدعكم بس حضرتك مقولتش جملة ما حصلش حمل واحنا بنسعى الحمل مش كده كل عياننا كده الجملة دي لا يمكن ينطقوها ما حصلش حمل من بعد حصل ولادة قبل كده ولا حمل كم مرة حمل واحد ولادة من 8 سنين ولادة طبيعية مهبلية ولا بقيصرية قيصرية قيصرية طيب الست دي سنها كم سنة بلوقتي 34 حد طلب منها تحليل اسمه مخزون المبيض من البوايضات تماما بحصل ما حملنا من حوالي 5 سنين 5 سنين 5 سنين 5 سنين بتسعى الحمل وحدش طلب مرة اخرى خالص لا اللي حصل بعدك يا فندي من الدكتور قال لنا ان هي محتاجة تشفيق وعملنا منظر تشفيق وشلنا شبكاتها مخطوطية ولان على ان الدكتور طلب كده لا تمام يعني اه يبقى فيه ثانية واحدة بس يبقى لما الدكتور يبقى حضرك بس فيه جمل ما قلتهاش ست دي ولدت بقيسرية فالدكتور طلب مننا اشعة بالسبغة فقال اشعة بالسبغة دي شكلها ان فيه التساقات في الحوض فطلب ان احنا نعمل منظار لازالة الالتساقات فعملنا المنظار وازال للتساقات كل دي جمل حضرك ما قلتهاش تمام اللي قالوكو ايه عن فرص الحمل بعد الجراحة دي ها هي هي ليمودي ثلاث سؤور ممكن ندهتي لثلاث سؤور كمان وبعد كم ما فيهش مشاكل وحيص على الحمل طيب اللي قالوا لحضراتك والدكتور ده الجزء الاولاني منه صادق تماما الجزء الثاني منه غير صادق تماما وصادم تماما اسمع بقى اللي هقول له حضرتك لما يبقى فيه التساقات في الحوض ايوة لما يبقى فيه التساقات في الحوض ونخش نعمل منذار أيوة عمرنا ما هنرجع الست طبيعية تماما الطبيعي تماما هو خلقة الله سبحانه وتعالى أما نحن فنحاول أن نقربها من الطبيعي وبالتالي لما يبقى فيه التساقات في الحوض فرص أن يحصل حمل بعد إجراء المنذار اسمع الأرقام اللي هقولها دي ما بين 30% لـ 60% يعني في 40% لـ 70% مش هيحمله بعد إجراحة حل الاتساقات بالمنذار ومعظم الحمل سيحدث في أول 6 شهور أو بالكاد سنة فنكتب كده في تقرير المنذار تم عمل إزالة التساقات ملحوض وتعطى السيدة تنشيط مكثف للطبويد لمدة 6 شهور لسنة فإذا لم يحدث حملي يجب التوجه للحقن المجهري هو إيه اللي تمام وكل حاجة طبيعية والوقت أنتو ما عندكوش حاجة الكلام اللي تقل حضراتكو ده كلام للاستهلاك لفض مجالس للطبطبة لإرضائكم لكن الست دي ما عادتش طبيعية هي كانت طبيعية قبل ما تعمل القيصرية بيحصل ساقات لما كانت بختم المصنع والصانع والخالق سبحانه وتعالى لأنه هو اللي خليقها طبيعية حصل خلل سيحاول الأطباء إصلاحه يفلح الأطباء في إزالة الالتساقات في 80% من الدخلات اللي حيخش يعملونها منذار و20% مش هعرفوا يحلوا الالتساقات طب 80% اللي حلينا الالتساقات أيوة حيحمل منهم قد إيه نصه والنص التاني مش هيحمل ليه بقى؟ كده يا سيد الفاضل لأن الالتساقات دي معناها التهابات مزمنة حصلت في الحوض وتأثير على الأنابيب والأنابيب دي مش أنبوبة الألم الجاب فركبها مكان أنبيب الست الأنبوبة دي لها أهداب داخلية تتأثر بالالتساقات وتؤثر على الأهداب وعلى كفائتها وعلى فرص الحمل وبالتالي حضراتكم لما عملتوش تحليل مخزون من خمس سنين ده طبعا إهمال شديد لأن كل سنة المخزون بيقل والست دي سنها مش قليل ثمان سنين ما بيحصلش حمل مطلقا بعد المنزار مفروض ناخد علاج مكسف ثلاث شهور وقال لنا ممكن ثلاث شهور كمان أيوة هو العلاج بتاخد ستة شهور وبعد كده هي تبقى طبيعية وتحمل لا بعد كده إذا ما حصلش حمل زي ما أنتم حصلوكو كده فالست دي يجب التفكير في اللجوء للوسائل المساعدة على الإخصاب مثل الحقن المجهري وهذه هي قواعد هذه المهنة وما قيل لحضراتكم إذا كان خلاف هذا فهو يخالف كل شيء فالست دي يا إما نشوف الفيديو بتاع المنزار نعرف عنف الانتصاقات وتشالت إزاي وتعاملت إيه يا إما حنحتاج إلى إننا اللجوء للحقن المجهري قبل بس ما ختم الحلقة عايز أوري حضراتكم الفيديو الأخير ده الفيديو ده هحكي لكم بس القصة ده عن مجموعة طبية وأطباء وقفين بيعلنوا تأثير اللقاحات في مرض الكورونا واللقاح ده فرصه قد إيه وبيدي مناعة قد إيه هنشوف هذه السيدة الطبيبة حصل لها إيه ربنا يشفيها ويعافيها في المؤتمر الصحفي ده أنا جايب بس الفيديو ده عشان أوريكم حاجة تانية خلص نحن بس نشوف الفيديو سريعا كده نشوف الفيديو وهي بتتكلم إيه اللي حصل لها أغمى عليه أغمى عليه اللي بجنبها ده دكتور عمل إيه بقى ما عملش فعل المصريين ارفع رأسها وقومها قومها 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 الستة أغمى عليها أدي بالبطيقة هيجروا الأطباء اللي موجودين كل اللي موجودين في القاعة طباء عمل إيه ضم رجليها إلى سدرها ما حدش رفع رأسها رفعوا رجليها إلى أعلى ما حدش رفع رأسها خالص معلش نعيد الفيديو تاني عشان نشوفه بيحصل في الشوارع والمهازن اللي بتتم اسند 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 وقوم رفع رأسه طيب يا سيد الفاضل لازم رأسه تبضل لأسفل اللي تترفع شايفين إيه الرجلين وبعدين أهو التانيين جمسة عدوه هاتها على جنب من جوانبها ده التصرف الطبي الصحيح لو سمحتم ما حدش يفتي في الشوارع وفي الميادين تمام؟ لما تلاقوا حد بيغمى عليه التصرف الطبي تأمن رأسه لأن دي منطقة حساسة جدا تجيبه على جنب عشان لو بيرجع ما يبلعش لسانه وما يبلعش ده لو تقدر تشد لسانه وتتأكد أن منافذ الهوى بتاعته شغالة وأنه قادر ياخد نفسه ترفع رجله ومش رأسه تتني رجله على جسمه إذا أمكن ده التصرف الطبي الصحيح اللي أنا جاي بس الفيديو ده عشان تشوفوا الناس المفروض تتعامل إزاي مفيش بقى مربعة كده ومن تحت كتافه ومن تحت بطاطه وشيله ومرافع رأسه عشان لو واحد ضغطه واطي وما ضغطه يوطى أكتر وما فيش الماء أمه سكر لأنه معتبرين أن كل حد بيغم عليه يبقى ده عنده نقص في السكر ده هات له ماء أو سكر تتعامل ده مش مصبوط المهم ده التصرف الطبي الصحيح كل السيدات وكل أنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينا وزيب نسعد ونستفيد حضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا انتظروا الحلقة الخادمة من المسلسل الحمل خارج الرحم بإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بينا بشوا تخير الحمل دي نعمة وآيات محتاج من نارة بتحلل الحمل دي نعمة وآيات محتاج من نارة رعاية الصبر ما تعبوها تهود ايه والب بتحلل الحمل دي نعمة وآيات محتاج من نارة ór الصبر ما تعبوها تهود